أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتذكر عليه ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسوله سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى ودعا بلعوته اليوم الدين وبعد نعلم جميعا أن من آيات الله الكبرى حول الكعبة المشرفة برء زمزم وبرء زمزم يعني يقع على بعد 21 متر من الكعبة المشرفة في مواجهة الحجر الأسود تماما الموضوع في الركض الشرقي من الكعبة المشرفة وجزء أول من هذه البيئة عبارة جزء مبني حول الرسوبيات ودي مكة بعمق 12 إلى 13 متر من فواهة البيئة أما الجزء الثاني هو جزء من الصغور الأساسية المكونة للمنطقة ويمتد بعمق 17 نصف إلى قاع البيئة هناك عدد كبير من العيون التي تغذي برء زمزم منها ثلاثة عيون رئيسية عين في مقابلة الحجر الأسود وهي عقوة العيون كلها عين في مقابلة كل من صفا وجبل أبي قبيص وعين في مقابلة المروة وهذا الخلط العجيب بين مياه ثلاثة عيون مختلفة هو الذي أعطى لماء زمزم من صفاته الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن كل ماء على سطح الأرض وقبل أن نعرض إلى ذلك أقول أن كل علماء الأرض يعلمون أن الماء لا يخزن إلا في صغور عالية المسمية عالية النفاذية طيب صغور التي تقوم عليها الكعبة المشرفة صغور نارية متحولة يعني لا مسمية لها لا نفاذية فيها لا تسمع للسوائل أو الغزاة بالتحرك بن خلالها فمن أين يأتي هذا الماء الذي فاض لأكثر من ثلاثة آلاف سنة دون انقطاع إلا لفتراتهم محدودة عقابا للعصاء من أهل مك يعني من أين يأتي هذا الماء يعني الذي يفيد بهذا القدر يعني على بدأ ثلاثة آلاف سنة أو يزيد يعني يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مدحه لماء زمزم أحديث كثيرة يعني يقول أن تدفق الماء من بئر زمزم بمعدل 11 لتر إلى 15.5 لتر في الثانية الواحدة يعتبر أعلى معدد دفق لبئر ماء في العالم كله فمن أين هذه الصفة من أين هذه المزايا كلها لو لم تكن هذه البئر بئرا باركها ربنا تبارك وتعالى وجعلها آية شاهدا للمنطقة التي انفجرت فيها بالبركة وبالكرامة طبعا لذلك أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآداب التعامل مع ماء زمزم فيقول إستقبال القبلة الذي يشرب على زمزم يعني يفضل له أن يستقبل القبلة التسمية بسم الله الرحمن الرحيم الشرب على ثلاث دفعات لا يكون دفعاتا واعدة ولكن على ثلاث دفعات الشرب بالذي يمنى واقفا أو جالسا حمد الله تعالى عند رفع الإناء عن الفم في كل مرة وعند الانتاء من الشرب التضلع يعني التشبع من ماء زمزم التضلع بماء زمزم بمعنى الاكثر من الشرب في كل مرة سبع التوجه إلى الله تعالى بالدعاء بعد إتمام الشرب ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما يكشرب على إن شربته يعني تطلب المغفرة يغفر لك الله إن شربته تطلب الرزق يرزقك الله إن شربته تطلب العلم يمعلمك الله فقال ماء زمزم لما يشرب على الحقيقة الكلام عن ماء زندن يحتاج إلى بردامج خاص ولكن أذكر أن عددا من طلاب كلية الطب في إحدى الجامعات العربية ظهروني هنا في هذا البلد وقالوا أنهم يخرجون فيلما قصيرا عن بئر زمزم وتحدثت معهم طويلا عن هذه البئر من الناحية الألمية ثم ذهبوا بعد ذلك إلى ألمانيا وقدموا هذا الماء لأحد قبار الأطباء الألمان فلم يملك إلا أن يعلن إسلامهم في جلسة مدونة في فيلما قصير قام بتجيزه هؤلاء الشباب الصالحين ولا أذكر الله أحدا ولكن كان مجهودا عظيما أن تحمل هذه الرسالة إلى قلب أوروبا فيشهد أحد قبار الأطباء الألمان بأن هذا الماء ماء لا نظير له على وجه الأرض ولذلك امتدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الماء في عادث كثيرة يعني ماء وزنزم هذا ما يشرب إليه إن شربته لعلمك علمك الله إن شربته لعاجة قضاها الله إن شربته لشبع أشبعك الله ومن الثامة تاريخا أن عدد من المسلمين رجالا ونساء الذين ابتلوا بعض الأمراض المستعصية قد شفوا شفاءا تاما بالدوام على شرب ماء زمزم وثابت تاريخا أيضا أن عددا من كرام المسلمين عاشوا على ماء زمزم أكثر من أربعين يوم لم تدخل أجوافهم يعني من أنواع الطعام وشرب إلا ماء زمزم وعاشوا أصحاء يعني سالمين لهذه الفترة الطويلة دون أن يصيبهم مرض أو يصيبهم غير ذلك من المشاكل الصحية وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستبدعكم الله الذي لا طيوع عنده الوداع دعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر